يعني الزمل عارفين المسيرة والطلبة أكيد عارفين المسيرة ولكن الجمهور برضو نحب نعرف طبعا بأكد كلام الزملاء وكلام جميل إن ما فيش حد بعمل حاجة الواحدة لابد من تيمورك وأي إنجاز أنا ربنا من علي بيه أنا شاكر جدا لأسات زيتي شاكر لزملائي شاكر لتلامزتي اللي بقوا زملائي وده على مدى مسيرة 35 عام مسيرة 35 عام شغل كله كان على أربع اتجاهات بحسية أولا تجاه استكشاف الدواء في مجال أمراض السرطان في مجال تصبيت إنزايم الداي هايدروفليتر داكتيز في مجال المنومات ومضادات السرع أو المركبات اللي تشتغل على جهاز العصب المركزي والاتجاهات دي مكنتني والحمد لله والشكر بله إن يكون عندي 12 براءة اختراع دولية من الأبحاث الاتجاه التاني هو تحليل الدواء المجال التالت هو استخدام الكمبيوتر لتصميم الدواء بجانب تخصصي الأصلي وهو التشييد الكيميائي لمركبات دوائي طب هذه المسيرة أدت إليه أدت لحصولي على منحة أليكساندر فون هومبلد بألماني أدت لحصولي على درجة دكتوراه تانية الدي اس سي والحمد لله أنا السيدالي الوحيد اللي حاصل عليها في جمهورية مصر العرب بسم الله ماشاء الله وممنوحة من جامعة المنظمة في 2016 أدت إلى جاز الدولة التشجيعية جاز الدولة التفوق العلمي جاز الدولة التقديرية في 2020 ويعني بالإضافة إلى كل ده هو الإنجاز الأخير وهو الحصول على وسام العلوم والفنون من الطبع الأولى من السيد الرئيس دكتور حسين ما أعتقدش الندي نهاية أعتقد دي بداية جديدة لعهد جديد لحضرتك بالعلم أكيد وحقول لحضرتك رغم في جزئية برضو أحب أن أنا أذكرها وقبل ما أخش عليها أحب أشكر إدارة كلية السيدالة الممثلة في عمدتها الأستاذ الدكتورة من العيد وأحب أشكر جامعة المنصورة ممثلة في الدكتور المليجي الرئيس الجامعة ودينامو الدراسات العليا الأستاذ الدكتور أشرف طارق حافظ دينامو الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة المنصورة هك رايح فين يا دكتور الفترة الجاية أقول لحضرتك البحث العلمي بيحتاج دعم ودعم مادي وليس الدعم المادي للأشخاص ولكن دعم المادي للصرف على البحث نفسه البحث العلمي بيحتاج أجهزة وإحنا خلال الخمس سنوات اللي فاتت حصل طفرة في دعم البحوث على مستوى جمهوري وأنا من المحظوظين اللي خدت منحة رأفع كفاءة من هيئة تنمية الرلوم والابتكار جبت بيها جهاز يعتبر عمود من أعمدة البحث العلمي في التخصص وهو جهاز الرنين المغناطيسي اللي موجود في كلية السيدالة جامعة المنصورة وبفضل الله سرع وطيرة البحث على مستوى البحث وبيخدم الجمهورية كلها سيدالة وزراعة وطب بطري وعلوم من أسوان الإسكندرية وامتد نشاطه إلى خارج حدود الدولة إلى دول مجاورة يا رب دايما في تقدم وإستهار دي مسيرة 35 عام في اختصار ويا رب المزيد يا دكتور